أعلن رئيس الوزراء التنسي حماد الجبالي أن لا منع من تشكيل حكومة كفاءات مصغرة غير متحزبة بناء على اقتراح الرئيس منصف المرزوق على أن يتم تعيين الوزراء على قاعدة الكفاءة فقط ميدانياً أعلنت الحكومة وقيادة الاتحاد العام التنسي للشغل التوصل إلى اتفاق لتهدئة الأوضاع في ولاية سيليانا يقوم على تكليف نائب الوالي بتسيير شؤون الولاية ولم يوضح إذا كان الوالي الحالي أقيل من منصبه أم استقال في الكويت فاز مرشحو الأقلية الشيعية بثلث المقاعد في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد والتي قاطعتها أحزاب المهارضة وقد أظهرت النتائج الرسمية التي صدرت في وقت مبكر من صباح الأحد فوز الشيعة بسبعة عشر مقعداً من أصل خمسين في مجلس الأمة أما الإسلاميون السنة الذين قاطعوا الانتخابات بشكل كبير ففازوا بأربعة مقاعد فقط مقابل ثلاثة وعشرين في المجلس السابق في أفغانستان دوت سلسلة انفجارات قوية أعقبها تبادل لإطلاق النار صباح الأحد في جلال أباد شرقي البلاد وقد أكد متمرد طالبان أنهم بدأوا بشن هجوم على مطار جلال أباد الذي يشكل قاعدة مهمة لقوات حلف الأطلسي في اليابان فقد سبعة أشخاص على الأقل في انهيار نفق صباح الأحد لطريق سريع يبعد ثمانين كيلومتراً عن توكيو وقد أدى الحادث إلى صحق ثلاث آليات وإصابة ثلاثة أشخاص واندلاع النيران في عدد من السيارات هذا وأعلنت وكالة الأنباء اليابانية الرسمية أن خطر انهيار جديد في النفق أدى إلى توقف عمليات الإراثة واحتجاز عدد من عمال الإنقاذ